هروا لكابتون سامير كامونا غصبا عننا بقى دخلنا في جانب فني وكلمته على مصطفى محمد وزي ما قال كابتون عصام انه المباراة دي يعني تلت الهجومي للزمالك كل ناس تشهد به اشرب بن شرقي مع زيزو مع مصطفى محمد بالتأكيد بيواجه دفاع من النادي الاهلي شايف الدنيا تبقى عاملة ازاي صعبة على النادي الاهلي عشان يقدر يوقف هذا الخط القوي في النادي الزمالك ممكن يعمل ايه وخط هجوم ناس زمالك دلوقتي كابشوير متقلق جدا سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي وبالخط ده بالذات عن طريق زيزو بن شرقي ووباما وبقية المجموعة اللي موجودة وصلوا نهاء افريقيا مش من فراغ انما على الدفاع النادي الاهلي لازم يكون حذر جدا لان هم بلعبوا قدام تلت لعيبة عندهم شراسة هجومية عندهم اطراف كويسة جدا في لعب جماعي فبتهيالي هتسبب مشكلة لدفاع النادي الاهلي لو ما ركزوش خصوصا في التلت الدفاع بتاع النادي الاهلي ولو ما لعبوش ما من على الاطراف او من العمق هتسبب مشكلة جامدة جدا للدفاع النادي الاهلي نفس الشيء ده كابتن شوبر هتلاقيه الناحة التانية نعم اه اجاييه الشحات افشة كل الناس دي موجودة هتسبب مشكلة برضو لدفاع النادي الزمالي فالكافة هنا متساوية زي ما كابتن عصام من شوية قال لك خمسين خمسين لا فعلا خمسين خمسين من نواح الفنية والبدانية والزهنية وكل حاجة انما المبارا دي ملاش مقياس اللي مركز اكتر في المبارا دي وهادي عصبيا شوية هيقدر ان هو يوصل لبرا الامان ويقدر يقدم كورة حلوة لان العصابية لما بتكون زيادة عن اللزوم بتنعكس عليك و بتنعكس على ادائك الفني فمن الفرقتين لو انت عصابك هادية هتقدم كورة حلوة قوي وده المطلوب من احنا اوي ده اللي احنا طلبينه من الفرقتين لازم نستمتع بالمباراة با لازم نستمتع نستمتع مباراة مش تتكرر يعني كتير النادي الزمالك والنادي الاهلي في نهاية افريقيا وكل عالم كله هيشاهد المباراة دي فاحنا عايزين نستمتع بالمباراة دي فعلا المباراة اكيد اكيد ان شاء الله يوم الجمعة هتبقى وراء ممتع فنيا ونستمتع بالفرقتين باذن الله ونوطة مهمة كبشبير برضو لازم نقول الكاذبان مبروك والخسران هارد لك خلاص دي يعني نوطة بتاعت العصرية دي يعني خلاص يعني اتلاغت من قموز كرة القدم ودي نوطة مهمة جدا وان شاء الله هنشوفها بإذننا